30 من نيسان هو الموعد النهائي للجنة النيابية الحكومية المكلفة إعادة درس سلسلة الرتب والرواتب وآليات تمويلها وعلى رغم توخي أعضاء اللجنة التعتيم الإعلامي على اجتماعاتهم المكثفة التي غاب عنها كل من وزير المال والتربية والنائب إبراهيم كنعان فإن كل ما سرب حتى الساعة يدعو إلى القلق وإذا كان في شيء من ضريبة وضعت على هيئات الاقتصادية مثل الضريبة على الأرباح 15% إلى 17% أو الضريبة على الودائع 5% إلى 7% فأكيد هلها أني بدين يلغوها ورايحين لها مشروع جهنمة كل الكتال النيابية اتفقوا على تقسيط 3 سنين كل الكتال النيابية اتفقوا على إلغاء تناقص بساعات التدريس كل الكتال النيابية اتفقوا على إلغاء لأربع درجات ونصف للتعليم السنوي كل الكتال النيابية اتفقوا على إلغاء 6 درجات للتعليم الأساسي الرسمي كل الكتال النيابية حطت قدامها تنفيذ مشاريع بريزة 3 اللي هجمي على نظام التقاعد زيادة 2% على المحسومات التقاعدية فرض ضريبة على معاشات المتقاعدين اللي حقينهم على حفة أبرون الآن يدفعوهم ضريبة وزيادة ساعة العمل عند الكطار وإلغاء المفعول الراجعي أعضاء اللجنة التزموا التحفظ الكامل لكن ثمت مصادر مطلعة لفتت للجديد أنهم يتجهون لشطب ألف مليار من قيمة السلسلة التي تشمل أكثر من 220 ألف مستفيد فيما كشفت صحيفة الأخبار أن السلسلة اختطفت إلى مكتب فؤاد السنيورة الذي أعطى تعليماته لأعضاء اللجنة وهو يدرك تماما أن صيغته ستكون مرفوضة فيما بقي هدفه تقطيع الوقت حتى يصبح المجلس هيئة الناخبة وهذا اللي يخطيطونه هنا وبالتالي أول شيء تقليب الرأي العام ضد المعلمين مثلا أنه المعلمين يخدين البيضة والتقشيرة ويخدين الزيادات علما أنه ما في شي منه أول شي في عنا 16 سنة مفعول رجعي نحن عم نحطه لصالح هالناس كلها 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 هيدا بمليارات الدولارات ياخدوا هالناس أولي نتنازل لقلون بس لحيتان المال ما منتنازل اليوم إذا هيئة التنسيق نقابية عم تطرح مطلبها الخاص بموضوع السلسلة وإذا حق نتيجة تجميد الأجور من 18 سنة والرواتب كمان الشعب اللبناني معنا بتعديل النظام الضريبي غير العادة انفتحت حرب علينا وبالتالي نحن رايحين مزيد من التصعيد وعي يفكروا أنه إذا عملوا سلسلة الأسازي مش حاطين رقمها أنه حنوافع عليها بيكونوا كتير واهمين هذا تصعيد يتمثل في تظاهرة ضخمة يوم الثلاثاء في 29 من الشهر الحالي تنطلق من أمام المصرف المركزي عند الساعة الحادية عشرة لتقول الهيئة للحاكم إنه هو من وضع البلاد تحت دين الستين مليار دولار ثم تنتقل إلى غرفة التجارة والصناعة للإشارة إلى من تسميهم أصل الفساد وهم الشركاء في التهريب عبر البطار والمرفأ بعد ذلك تسلك التظاهرة الطريقة إلى جمعية المصارف وشعارها كفى ابتلاعا لمليارات الدولارات وصولا إلى ممثلي السلطة التي تنتج الصيغة اقتصادية سترفع المقصلة لما تبقى من الدولة